صراع القاع مشتعل جدا وصراع المركز الثاني مشتعل جدا دي حقيقة صح؟ اه وصراع القاع يعني انك بوله يقولك اللي يجيبها 34 بونت يعتقد داره ممتاز 34؟ السنة ده تختلف صح السنة ده تختلف المنمم بتاعك 36 سوى 30 ده المنمم بتاعك فاعتقد ان الصراع تحت قوي جدا وصراع القمة مشتعل جدا والسبب فيه ان احد اعمدة الكرة المصرية نادي الزمالك في دروب متراجع متراجع الزمالك هو اللي مسخن الصراع ده طبعا كانت بتتحسب من فترة يعني من قبل نهاية الدوري بفترة لكن دلوقتي لا يعني الزمالك يعني دلوقتي عايزة بقى في الاربعة مظبوط يعني اتغير الهدف يعني الهدف كان تتويج ملمم بتاعه التاني اه دلت يوم في مركز الرابع بينه وبين التالت تقريبا تسع بونطة ولا كام بينه وبين التالت اللي هو فوقي اربعة نقطة وبينه بين بيرامدز خمس نقطة ونقس له ماتش ايوة بالضبط هو بيرامدز لعب اقل من الزمالك متشين والزمالك لاعب اكتر من فيوتشر ماتش ما نقولك يعني فيه فرق لكن بش موضوع نقطة هاني بنتكلم على موضوع الحالة ايوة الحالة الحالة بتاعت نادة اللي فيها نادة الزمالك لا بش اللي هي يعني من جماهيره خلاص يعني اعتقد النسبة جميلة بتيجي تقعد مع اي حد بيانتمي نادة الزمالك يتكلم يقولك لا احنا ما نفكرش احنا عايزين نصلح بس نشوف يسا انا جاه نعمل ايه اه تمام لكن الحالة دي يا كابتن لو انت جواها يعني بسألك دواتي كم مدير فني هل تبقى مؤسرة على طريقة شغلك بتضرك ولا بتعرف تفصل الفرقة عنها لا اصلا الله حالك حاج المدير الفني جاي في توقيت غريب شوية اه اي نعم هو غريب وجاي في توقيت غريب اه يعني واخد بقى لك فالاتنين متجمعين مع بعض هو غريب دي اللي هو يعني يعني النبي ولا هو نفسه لا لا هو نفسه تفكيره وادرته وفكره الفني اه يعني لغاية دواتي مش واضح وفي حاجات كده عليها علامة السفام اه بلاس ايه بقى ان الظروف اللي فيها نادة الزمالك برضو مش مساعدها فالاتنين مع بعض تركيبها صعبة شوية عشان كده هيعاني هيعاني هل المدرب يعرف يفصل اللعيبة بعيدا عن افكاره هو الفنية اللي ممكن يكون فيها تحافظات من الناس عليها عن الوضع العام اللي جوه النادي اداريا ومستحقات وكده ولا الموضوع المياه في اجنبي اصلا لو اجنبي صعب لو واحد مصري مخضرم اه لكن لو اجنبي صعب ليه بقى انه فيه ظروف خارجية لا يستطيع التغلب عليها غير عن طريق واحد مصري عارف كل ما يدور داخل الكورة المصرية يقدر يساق ازاي يقفل عليه اعلاميا ازاي يقفل علي من ناحية الجماهير ازاي يقفل علي من ناحية الادارة مشكلة كبيرة ما يعرفهاش غير واحد مخيم في مصر وعارف كل صغيرة وكبيرة